ينبوع الخير ومؤسس مفهوم لغة الإنسانية شيخ العرب ورمز الشموخ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي تحل اليوم ذكرى وفاته السابعة عشرة بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي في 2021 واستكمال مسيرة الإنجازات التي ازدهرت خلال نحو ثلاثة عقود من حكم الشيخ زايد السيرة العطرة للشيخ زايد تسخر بالعديد من الشواهد التاريخية والأعمال الإنسانية التي شكلت إرثا إنسانيا لدولة الإمارات ونهجا يسير عليه الأبناء والأحفاد لما تضمنتها من مبادئ إنسانية وما تقاسده من قيم التسامح والتعايش والأخوة والإنسانية بغض النظر عن الدين أو العرق أو الخلفية الثقافية وعمل الشيخ زايد على تطبيق رسالة الإسلام السامية وهي تقديم العون الإنساني للمحتاجين فكانت جسور العون والمساعدة والإغاثة العاجلة والاستجابة القياسية السريعة التي قدمتها الإمارات للإنسان أي كان موقعه أو ديانته أو جنسيته راية خفاقة تعلو معها قيم العطاء وإغاثة المقروبين والمتأثرين من الأزمات الإنسانية ويعلو معها اسم الإمارات لتتشارك القمة مع الدول الأكثر عطاء إنسانيا ومنحا للمساعدات في العالم النجاحات التي حققها الشيخ زايد في التاريخ الإماراتي كانت الحلقة الأولى من سلسلة النجاحات التي تحققها الإمارات اليوم فما زالت نجاحات الإمارات مستمرة في المجالات كافة على المستويات السياسية والاجتماعية والتكنولوجية المتطورة ومجالات الفضاء كما يعاد التنظيم الناجح لمعرض إكسبو دبي 2020 بمشاركة 192 دولة دليلا على نجاحات الإمارات المستمرة والتي أصبحت من الدول المحورية والرائدة على مستوى العالم وبئة جاذبة للاستثمار العالمي خاصة في ظل البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي بنتها البلاد ودليلا آخر على نجاحات أولاد زايد في استكمال مسيرة الوالد الحكيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر